بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم اسكيرا بدلالي MVP ميكروسوفت ونواصل في مخاضرات البرمجة الحديثة الجزء الخامس سنتكلم على مناصب العمل بصفة خاصة ووصلنا في الدرس سابق إلى أن عرضنا كل المناسب التي تكلمنا عليها هي Mobile App Developer, Frontend Developer و Backend Developer ووصلنا إلى CMS CMS هو عبارة عن مبرمج يقوم بعملية Integration لبعض السكريبتات على مسواء تطبيقات جاهزة تكون في الساس هي نسميها CMS Tool أو CMS Website هي تطبيقات خاصة بالتجارة الإلكترانية معمولة بلغة PHP فهناك Shopify هناك الكثير من لا أذكرهم كلهم لكن هناك الكثير من مجنط أظن Shopify و Prestashop لا أذكرهم كلهم المهم أن هذا المبرمج سيقوم بإضافة موديلات تغيير في موديل معين إضافة سكريبتات إلى شيء معين إضافة خريطة إلى Google Map إلى التطبيق إلى آخره فهنا نحتاج إلى مبرمج يكون متمكن من جافا سكريبت و PHP لإضافة بعض الموديلات على هذه التولز فمطلوب أيضا في سوق العمل هناك CMS Developer Full Stack Developer هو عبارة عن Back و Front يعني في الاثنين مع بعض كيف تقول هل Full Stack يكون يعني على دراية بكل ما هو Front End و على دراية بكل ما هو Back End في الغالب في الغالب في أغلبية الأحيان يكون هو عبارة عن Full Stack هو يعني مبرمج كان عبارة عن Back End ومتميج جدا في Back End ثم بدأ يستعمل Front End أو قليل ما يستعمل Front End وإذا ما استعمل Front End أكيد سيستعمل تومبلايت جاهز يعني فليس لا يبرمج كل شيء لوحده من السفر هذا في الغالب يعني غالبا ما يكون الفول ستاك هو شخص يكون يعني Back End في الأصل يعرف يعني جيد ليس فقط يعرف بالجيد جدا في Front End لكن ليس بالضرور أن يكون Front End مئة بالمئة فهو يستعمل في غالب الأحيان تومبلايت جاهز أو تومبلايت للشركة أو في كل مرة يشتري تومبلايت أو يستعمل تومبلايت مجاني موجود في الواجهة أوكي لتفادي تضييع الوقت في CSS والأشياء الخاصة بالواجهة CRM Soft Web Developer الليلة إن شاء الله عندي لقاء مع الأخت وهبة إن شاء الله ستشرح لنا بالتفصيل ما هو دور الديبلوبر الخاص بالCMS وما هو CRM أصلا إن شاء الله على التاسع فCRM هو يعني هناك أدوات موجودة في أسوق مثل Dynamics الخاص من Microsoft أظن S.A.P.U.C. هناك CRM و U.R.P. هم مجالين خاص بتسيير المؤسسات يعني سيرفيس دو باي سيرفيس يعني تقاسم سيارة مثلا لتقاسم أظن الـ دوكومنتيشن والتسيير الياراش إلى آخره سنتطرق إلى هذا الموضوع كما قلت الليلة إن شاء الله كي نعرف ما هو بالتفصيل المهم هناك ديفلوبر يقوم بإضافة موديلات مثل هذا CMS يقوم بإضافة سكريبتات لتغيير التطبيقات الخاصة بالتجارة الإلكترونية هذا الديفلوبر يقوم بالتحكم وإضافة موديلات خاصة بـ CRM أوكي فمن بين الأشياء التي طلبت مني أن أضعها في CRM مثلا هو إضافة في E-Frame على مستوى CMRM أضيف صفحة واب تعرض الـ Power BI مثلا عندي صديق يعمل الـ BI أنشأ واجهة بالـ Power BI أنا طلب مني إنشاء صفحة أشياء مال تعرض لي هذا الـ Power BI في صفحة أشياء مال وأعطي الليلات إلى مبرمج CRM كي يضيفه في تطبيق CRM أي أن من CRM نعرض صفحات الـ Power BI في داخل CRM أربي نفس الشيء ماشين لورنينغ هو كل ما هو ذكاء إصطناعي والناس المتخصصين في الرياضيات وهو الـ Data Science يعني Data Analyst مثل يعني ما عندي تكليد الذي لم نتكلم على الـ Data Base بل تكلمنا فقط على الـ Architecture الخاصة بالتطبيقات هذه اللي تكلمنا إليها NVBM, NVC, NTR إلى آخره هذه الـ Architecture الخاصة بالتطبيقات لكن في بداية الدورات تكلمنا على ميريوز والـ Architecture Database مثل ما أنا كتكليد وبرمج وأضع Architecture للتطبيق وأضع Architecture للـ Database الـ Relational الخاصة بي في الـ SQL Server Oracle, MySQL, Postgres إلى آخره هناك أيضاً Data Analyze أو Data Analyst الذي يقوم بإنشاء موديل أو موديلات على مستوى Data Warehouse لكي يعمل به الـ Power BI يعني جماعة عفواً ماذا نسميه الـ Power ماذا نسميه الـ Power BI Bi Developer يعني الشخص Bi Developer لم أكتبه هنا Bi Developer هو الذي يقوم بإنشاء الـ Power BI يعني Power BI هو آدات من أدوات وهو مشهور جداً وهو آدات من أدوات Microsoft لإنشاء المخططات مثل هذا المخطط ويكون عندي Graphic أو Chart لاتخاذ القرارات فالـ BI أو Data Analyst سيساعد أو يعمل architecture للـ Data Base اللي نسميها Data Warehouse الخاصة بهم نحن نسميه الـ Data Base أبليكاتيف يعني الـ Data Base خاصة بالتطبيقات تكون روليسينا الغالباً وهناك بعض الأحيان نحتاج إلى NoSQL وهنا نستعاج إلى موديلات في شكل موديل Decisional نقول أنه موديل قراري Decisional موديل Decisional موديل Decisional ما الذي يقوم بالأرشتكتور الخاصة به؟ إذا كان يعني الـ BI يقوم بذلك فهو أخذ الـ Profile الخاص بالـ Data Analyst من المفروض يكون Data Analyst من يعمل هذه الموديلات والـ BI هو من يرسم فقط ويستغل هذه الـ Data أوكي ومن يملأ هذه الـ Data الموجودة في الـ Data Warehouse هو Data Engineer أو مهندس الـ Data هو الذي يقوم بجلب البيانات من الـ Data Base يعني من الـ Data Base الموجودة عندي ومن البيانات الموجودة في ملفات وإلى آخره ويجمعها ويحولها ويرتبها ويضعها في Data Warehouse الموديل الذي قام به Data Analyst هناك أيضا موديل خاص بالـ System من خاص بالـ الألعاب وبرمجة الألعاب إلى آخره Devops تكلمنا عليه شرحنا أنه قلنا هو الربط ما بين Dev والـ Apps أي مبرمج الشبكات أو مهندس الشبكات والمبرمج بينهما يكون عندي Devops الذي يعرف قليلا من برمجة ويعرف قليلا من شبكات RPA هو الشخص الذي يقوم بعملية تألية بعض المهام اليدوية الموجودة في المؤسسة لنفرض أن الشخص كل يوم يأتي شخص معين يعمل في مصلحة الفوترة يصله رسالة معينة من شخص معين في الأوتلوك يذهب إلى الأوتلوك يعمل تحميل الملف ثم يبدأ بقراءة البيانات ثم يعمل نسخ ولسك لكي يملأ واجهها من واجه التطبيقات لإضافتها في Data Base فيأتي الـ RPA يقول له هذا الشغل أستطيع أن أعملك Automate لهذا الشغل فلا تحتاج إلى الوصول يوميا إلى الأوتلوك وتبحث عن الشخص وتأتي بتحميل الملف ثم فتح الملف وعمل نسخ ولسك فأعملك Automate لهذا الأمر فأوتوماتيكيا عن طريق مثلا Power Automate يقوم ببرمجة بعض الأدوات التي تسمح بذلك يعني ليست برمجة فهي No Code يعني بدون كود ديبيا هو الشخص الذي مكلف بـ Data Base و Administration للـ Data Base يعني يكون إضافة المستعملين إعطاء الصلاحيات Backup للـ Data Base إلى آخره سيبور أو Help Desk هو نوعين يعني ربما سيبور يكون سيبور مباشرة مع الزبائن أو سيبور Help Desk يعني يقوم الزبون بالاتصال به بالهاتف فهو يرشده ويقول له اضغط هنا اضغط هنا أو الزبون يقول له عندي رسالة خطأ فيقول له يكررها أمامي ويعمل له Shared Screen ويقوم بمساعدة زبون أو استرجاع الـ Bug وإرسالها إلى فريق البرمجة UI و UIX يعني كما قلنا الـ UI هو مثل كما قلنا التكليد هو Architect Database وApplicative يعني تطبيقات لفريق البرمجة Data Analyst هو الذي يقوم بالـ Architect Database Decisional الخاصة بمهندسين الـ Data و UI أو UIX هو User Experience الذي يقوم بإنشاء مخططات التي تساعد UI لإضافة الألوان لتغيير اللياوت ووضع نوعية الكتابات حجم الخط إلى آخره فالألوان كلها يختارها UI لكن UIX هو الذي يقول له هنا تضع هذا عند الضغط على هذا تفتح هذا الـ Popup عند الضغط على هذا تفتح هذه الصفحة إلى آخره فهو الذي يذهب مع الـ Product Owner إلى الزبون ويفهم من الزبون ماذا يريد وهو الذي يعمل أرشتكتر للمطلوب في الواجهات مثل التكليد عندما يتخاط معه الـ Product Owner ويعطيه الواجهات التي قام بها الأرشتكتر اللي هو UIX فالتكليد هو عبارة عن شركتر لوجيسيال وداتابيس يعني تطبيقات وقاعدة بينات فالتكليد يقول له لا لا نستطيع عملها بهذه الكيفية لا بد أن نقسم هذا الـ User Story إلى مجموعة وليس فقط نتركه هكذا هذا معقد ويتطلل منها تقسيبه إلى 2 أو 3 User Story يعني هنا كلها عبارة عن أعمال متكاملة يعني قد يكون منصب واحد عبارة عن شخص واحد يعمل UIX في نفس الوقت يعني حاليا أنا في الشركة عندي صديق يعمل UIX في البداية نتخاطب مع الـ Product Owner في اجتماع ثم بعد ذلك أنا أحذر الأرشتكتور للتطبيق وهو يبدأ UI للواجهات سكروم مستر هو هدفه الوحيد هو الحرص على تسهير لاميتو داجيل بكيفية صحيحة وخاصة سبرينت يمر بسلام سيبر سيكريتي وكل ما هو أمن للتطبيقات والداتابيس والشبكات وكل ما يتعلق بالشركة من أمن تفاديا من الحاكر والبيرات BI DEV هو الذي كما قلت يعمل المخططات الخاصة بالاتخاذ القرارات Data Science و Data Engineer و Data Science كلمت عليهم في الـ Business Intelligence تكليد هذا الماناجر والـ Product Owner والـ Business Analyst Security CTO DSC إذن مثل ما عندي كما قلنا تكليد هو رئيس فريق البرمجة تقنيا UX هو رئيس فريق UI Data Analyst هو رئيس فريق تقني لفريق الأنجينيور داتا فعندي بعد ذلك من يتحكم في كل هذه القبراء هو DSC أو CTO غالبا ما يكون DSC خاص بالـ Infrastructure يعني هو خاص بمسؤول كل ما هو Ups أما CTO هو المسؤول خاص بالـ Dev خاص بالـ Data يعني المسؤول قد يكون أيضا مسؤول عن الـ DSC يعني الـ DSC يكون مسؤول على الـ Infrastructure على الشبكات و Security وإلى آخره لا أعفونا Security عنده شخص من المفروض يكون شخص وآخر Security Manager يعني لكن غالبا ما يكون عندنا في شركات سيتيو أو DSC أو الاثنين فقط الآن ندخل إلى برمجة الـ Web Full Stack Developer يعني ما هي برمجة الـ Web ما هي التقنيات اللي بصعملها ببرمجة الـ Web و الفرامواركات اللغات إلى آخره إذن لابد الشخص أن يعرف أن برمجة الـ Web مرت بمراحل هناك مراحل قبل هذا لم أذكرها ولن أذكرها لأنها قديمة و عملت بها عندما كنت أبرمج الـ Web من بينها CG و إذا بي إلى آخره لكن لن نتكلم عليها أيضا سوب خدمات الـ Web في السوب لكن لن نتكلم عليها الآن نتكلم فقط على ما هو جديد ويهم المبرمجين SSR هي الطريقة القديمة التي كانت تستعمل في إنشاء تطبيقات الـ Web حيث أن التطبيق يشتغل على مستوى السرفر نضع السرفر على مستوى السرفر نضع كل من صفحات الـ HTML صفحات الجواسكريب صفحات الـ Backend اللي هي الـ Quote Behind إذا كان Delphi Delphi إذا كان C Sharp إذا كان Java إذا كان PHP إذا كان ASP إذا كان كل اللغات التي تشتغل على مستوى السرفر لإنشاء أو عمل جينيرات للـ HTML في الأخير نضعها على منتقد السرفر الزبون يدخل إلى المتصفح يطلب صفحة يرجع له صفحة الـ HTML والجواسكريبت الذي طلبها الزبون يضغط على يملأ استمارة ثم يضغط عملية حفظ هنا تأتي هذه الزبون نرسلها إلى السرفر السرفر يقوم بحفظها في الـ Database في كل مرة نضغط على زر نعمل redirect إلى صفحة أخرى يعني request, response request, response request وأنا كـ